صباح الخير يا حلوين كيف الحال كيف صبحته اليوم معك ولي مع المقبال قساني اليوم موضوعنا هويتي بطاقة هوية ايش هي بطاقة الهوية بطاقة الهوية ورا كل بطاقة هوية في قصه قصه للانسان صفاته للانسان مميزاته للانسان من انا كل بني ادم لازم يعرف حاله من هو ليش هو هذا السؤال دايما بخطر براسنا الواحد يعرف حاله ويسأل من هو ويدخل بالذات تاعه ويعرف شو صفاته شو الشغلات اللي بتميزه كتير مهم لان بالحظة ما الانسان عرف مين هو معنا وصل لوضع اللي صار يعرف حاله ويعرف شو الشغلات اللي بتميزه انا في المرآه اجمل اشي ان الواحد يطلع بالمراي ويتفرج ع حاله ويشوف حاله بس مش تشوف كيف شكلك تشوف بداخلك كيف انت لانه بلحظه ما انت بتكون قدام المراي اذا انت عم تضحك المرايه بتضحك اذا انت حزين المرايه تحزن اذا انت عم تبكي المرايه عم تبكي المرايه هي اللي عم بتفرجيك صورتك مش بس كمان بالخارج كمان صورتك بالداخل مش كل انسان بقدر يشوف نفسه بالداخل بلحظه ما انت بتشوف نفسك في المرآه وبتشوف شو الصفات اللي بتميزك معنا انت سوف تفهم حالك واخر ايش راح تكون في عنا فعليه صغيره اللي هي متعلقه بموضوع بطاقة الهوية ايش اليوم راح نعمل بالفعاليه في عنا غراض اللي احنا لازم نحضرها الغراض اللي لازم نحضرها اوراق ممكن تكون الوراق ملونه ممكن تكون الوراق ابيض اي ورقه موجوده عندك وكمان مرة ممكن تكون الورقه انه انت كاتب عليه وطلع تكتب من الجهة الثاني عملية استرجاع بدنا مستره ومفضل هون انه تكون المستره بلاستيك لانه مستره البلاستيك بتيجي اخاف بتيجي مش خطره الحديد ممكن واحد فيها زوايا حده اللي ممكن واحد انه ينجرح فيها فمفضل احنا نستعمل بلاستيك لانه ما اهون للاستعمال من الحديد بحاجه لا سمغ بحاجه لا الوان اي الوان موجوده عندك اي الوان موجوده عندك تقدر تستعملها تقدر هاي الالوان تقدر هاي الالوان اي الوان موجوده عندك بحاجه لا اقلام وبحاجه لصوره شخصيه لقلك اي صوره موجوده عندك صورتك وانت صغير صورتك اسا وانت بهذا الجيل اي صوره موجوده عندك دور عليها فانا اسا بعثيك الوقتي الكافي تروح اجيب اغراضك نرجع كمان مر على الاغراض اوراق اي ورقه موجوده عندك ورقه بريستول ورقه ملون اي ورقه موجوده عندك مستره كمان مره مفضله تكون بلاستيك مش حديد لانا شوي صغير حديد فيها خطوره سمغ سمغ ابيض اي نوعه سمغ عندك اقلام اقلام ملونه قلم رصاص او قلم حبر واهم شغله صوره شخصيه كمان مره معناه ايسا تروح اطلب من الماما وين البوم الصور وتطلع صوره او اذا في عندك انت صوره لالك ممكن تكون انت صغير ممكن الصوره وانت ايسا بهذا الجيل انا معتيتك ايسا دقيقتين روح دور على هاي الغراض وانا عم بستناك يلا يا حلوين عم بستناكو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو يا حلوين جاهزين حلو تعني شوف حضرتوا كلياتكم الاغراض تعني تذكر شو الاغراض اللي لازم تكون معنا مع كورا فرجوني حلو جمدان مصطرة وهم مصطرة بلاستيك بتأمل حلو جاهزين مصطرة الالوان جاهزين حضرتوا الوان الام رصاص الام حبير جاهز رائعين والسماغ موجود حلو بطاقه شخصيه وهم احلى البطاقات الشخصيه ما احلى صوركم رائعين فيه الولاد اللي جابوا صورين مهن صغار فيه الولاد اللي جابوا صورين اسا حلوك مش مهم حتى اذا ما انت صورتك مع الماما والبابا والعيلة مش مهم بس مفضل تكون صوره شخصيه لقلك كتير حلو اوكي نبلش ايش الهوية الهوية هي مميزات الفارد اللي بتميزوا وبتفرقوا عن الاخرين الهوية كم انا قلت لكل الانسان فيه هوية الهوية هي صفاتك الهوية ذاتك الهوية شخصيتك ايش الشغلات اللي بتميزك فيه شغلات اللي انت بتميزك والكل بيحكي عليها ايش الشخصيه على هاي المميزات لانه كل بني اذا في اش الميزه اللي بتميزه فيه صفات اللي بتميزه اللي هي هويتك الهوية ممكن تكون بعمرك بشو اذا انت ذكر ام انثى وكمان الهوية ممكن تكون بصفاتك اللي بتميزك، وشخصيتك اللي بتميزك من المهم جدا ان peel one يعرف ويلاقي هويته لهنو بني ادم اللي بدون هويه ضايع تخيل انت تكون ماشي بدون هويه بدون اشي اللي بميزك我ي الحاله انتي فيش اليك وجود البني ادم لما بكون عنده هويه هو موجود فيه الو بصمته بالدنيا فيه الو اهميته بالدنيا فيه الو احقيه بالمجتمع فيه الو وجوده بالمجتمع بلحظة انت موجود بالمجتمع فإلك ايش؟ في إلك ذاتك في إلك بصمتك الهوية عدة انواع في عنا الهوية الشخصية اللي هي الاسم في عنا اسامي مختلفة في عنا اسماء مختلفة في عنا من محمد لمحمود لسامي لرامي لفاطمي لخديجي لمريم لريم لإقبال في كتير اسامي لما الواحد بيخلق اهلو بيقرروا شو الاسم اللي بدهنياتو ممكن الاسم يختروه يكون هني يحبينه ممكن الاسم يكون هني الاسم تاعك متعلق بشخصيه اللي كانت كانوا يحبوها ومتعلقين فيها ممكن اسمك يكون تابع لا اسم جدك وجدتك فهونا الاسم هو متعلق فيك اسمك من اول ما انت بتخلق لحد ما بتتوفى الاسم هو رح يكون معك بكل حياتك الاسم هو كمان بفرجينا شخصيتك فيه صفات صفات الجسم ممكن الواحد بني ادم يكون طويل ممكن يكون بني ادم قصير ممكن بني ادم يكون سمين ممكن يكون بني ادم نحيف ممكن بني انسان يكون عينيه زره ممكن عينيه بنيات ممكن اللي عينيه اللي شعره اسود ممكن اللي شعره بني اللي شعره اصفر صفات مختلفه بس اهم شغلي انه احنا نتقبل نفسنا كيف ما احنا ونتقبل الاخر كيف ما هو انا فيش بني ادم قرر صفاته بنفسه احنا خلقنا هيك وصفات الشخصيه صفاتك انت بالداخل هل انت بتحب الرياضه هل انت بني ادم اللي هواتك وبتحب الرأس هل انت مثابر هل انت متحمس هل انت شجاع هل انت ضعيف الشخصيه هل انت قوي الشخصيه هل انت حساس هل انت فرحان دائما هل انت ذكي هل انت عنيف هون فيه صفات للشخصيه تي البني ادم نفسه اللي هم احيانا هنا احنا البني ادم بقدر يسيطر عليهم هون هاي الصفات الشخصيه هي اللي انت بتقدر تسيطر عليها وتبني شخصيتك النوع الاخر في عنه لهوية العائلة اخ اخت انا اخت هيك انا اخوي اسمو هيك اختي اسمها هيك ابن او ابنة تفلا اسم ابن اسم ابوي اسم امي انا تابع لهي الاب هذا الهاي العيلي انا تابع لهي الام امي اسمها هيك اسم ابوي هيك حفيد حفيدة جده انا جده انا سموني على اسم جده انا ستة اسمها هيك فانت هنا هويتك متعلق بالعالي تاعتك مش بشخصيتك زي اول وحده اول وحده هي الشخصيه اسمك صفاتك صفات الشخصيه بتاعتك هون اكتر على الانسان نفسه ايش بميزك انت ايش مميزاتك انت اما بالهوية العائلة هون الصفات اللي بتميز اللي حوالي مين اخوي مين اختي مين ابوي مين امي مين سيدي ومين ستة مين عمي ومين عمتي مين خالي ومين خالتي معناه هون احنا طلعنا من نطاق الفارد اجينا الا الدائر الاوسع الى هي العائلة في عنا فارد اللي هو انه وفي عنا العائلة العائلة اللي أنا بنتمي لك الها وفي عن الهويه الانتمائييه هنا لايش انا بنتمي مثلا انا بشارك في دوره السباحه انا بشارك في دوره الفوتبول انا بشترك في دوره الرقص انا بشترك في دوره اي مهارات اللي انا بحب انا مياه يسكن او تسكن في حي مدينه قرية هون لاي منطقه انا بنتمي اليها مثلا انا من مواليد حيفا انا انتمي الى حيفا وين انا ساكنه الاصل الطائفه هل انا درزي هل انا مسلم هل انا مسيحي والانتماء للدوله معناه هون احنا تعني اطلاع مع بعض اذا منرجع كنا باطار فرد هويه الشخصيه تعطي اجينا للدائره الثاني اللي هي العائله وسهون اوسع الدائره اللي هي مين المجتمع اللي انا انتمي الى الو معنى من فرد لعائله لمجتمع معنى انا عمبت وسع ببدأ بنفسي عائلتي ومجتمعي اللي انا عايشي فيه اسا نرجع لمن انا لكل بني ادم في اسم انت اول ما بتخلق المام والبابا او العائله بقرروا مع بعض اي اسم يختارو لك انت مخترتش اسمك انت مخترتش اسمك العائله الاهل هنا اللي اختارو لنا اسمنا فكتير مرات الواحد بيسال نفسه وبعد يفكر هل انا اسمي مناسب للي هل انا مرتاح مع اسمي تعال نشوف تعال نفكر مع بعض كل واحد اسا يفكر ويقول انا اسمي مثلا هيك تعال نشوف مين اعطاك اسمك اسأل ماما والبابا مين اعطاك اسمك مين اعطاني هل الماما اللي اعطتك الاسم ولا البابا ولا السيد ولا الساة مين اللي اعطاك الاسم مين الشخص اللي سميت على اسمه في كتير ناس اللي بتسموا اسميه انه اسمي بكون حسب ناس اللي هني قربين على اهلك او شخصيه حبوها وحبوا كتير انه يسموك على اسمها مثلا انا اسمي اقبال اعطيكم مثال انا امي كان عندها صديقه اسمه اقبال كانت كتير كتير تحبه وتعزه فقررت الوالدي انه تسميني اقبال عاسم مين؟ عاسم صديقتها والحلو انه قبل اكم من سنه اجد صديقتها للوالدي عشان تتعرف علي تتعرف مين هاي اقبال اللي سموها على اسمها فشعور كان كتير رائع احيانا بتفكر بتقول هل انت بتفضل اسم تاني هل عندك اسم اخر كنت حبي سموك اياتو هل اسمك نادر ام منتشر بعد نشوف هل اسمك موجود في منه كتير ولا اقليه ما فيش كتير اسم حسب اسمك هل في وراء اسمك قصه وهم شغلي هل انت بتحب اسمك منيح الواحد يسال نفسه هاي الاسئله مين اعطاني اسمي سموني حسب اي شخصيه ايش ان الانسان انقل متلا هل كان في انسان قريب على الاهل اللي هو سموك على حسب اسمه هل انت كنت بتختار اسم تاني هل اسمك من شركتي بتسمعوا كتير لاسمك بالمنطقة او بالعالم هل في وراء اسمك قصه معينه هل انت بتحب اسمك من المهم جدا انه الانسان يعرف اسمه معنى اسمه شو اسمه ليش تسمى هذا الاسم لانه مهم جدا انه انت لما انت بتحب اسمك انت بتحب نفسك كمان وبتكون مرتاح لذاتك انا في المرآه كل يوم احنا ما نوقف قدام المراه احنا منشوف شخصيهنا قدام المراه احنا منشوف انا بشوف اقبال بالمرآه بس هل انت بتشوف شخصيتك بالداخل المرآه هي بتعكس شو انت شايف اذا انا اسعم بضحك للمراه المراه بتضحك لي اذا انا بزعل للمراه المراه كمان بتزعل اذا انا عم ببكي للمراه المراه بتبكي لانا هي عم تحكس صورتي بس هل انت وقفت قدام المراه وشفت شخصيتك بالداخل هل انت شفت نفسك بالداخل واقفوا قدام المراه وطلع على حالك شوف شخصيتك هاي الشخصيه اللي قدامك هي انت نفسي ومن المهم جدا يتفوت جوات نفسك وتتعرف على حالك وتقول انا بحب نفسي طيب شو اعملوا هاي تمرين واقفوا قدام المراه وعشرين مره قول انا بحب حالي انا بحب حالي راح تحس قديش انه انت حتى عم بتقوي شخصيتك انا بحفنا بالاول راح يقول له اهلك شو ما لك نجنيت انت توقف قدام المراه وعم تحكي مع المراه عم بتقوله انا بحب نفسي بالعكس قلن راح تشوفوا كمان شوي كيف راح شخصيتي تتقوي لما انت بتحب نفسك وبتحب شخصيتك بتصير شوي شوي تعرف ايش فيه جواتك ايش هي شخصيتك اللي هي بالداخل اللي انت عم بتدور عليها واكيد راح يتلاقيها لما انت بتلاقي شخصيتك وبتعرف شخصيتك بتصير تعرف شو هيني ميولك ايش هيني مواهبك كل انسان يلو ميوله في ناس اللي عند الميول الطبيق في ناس عند الميول قراءتي القصص في عند الناس ميول اللي يعملوا كاعك زي ما انا بحب اعمل كتير كتير كاعك اهتماماتي باش انت بتهتم لكل بني قدام في عنده اهتمامات في عنده الاولويات ايش الافضليات ايش بفضل يعمل طموحاتي مهم جدا الواحد يكون طموح يتطلع على قدامه يتطلع على المستقبل بلحزة ما انت بتطلع على مستقبلك انت بتعرف شو بالزبط فيها ايش عم بستناك لما البني ادم بتطلع على قدام بتقدم بتطور بنجح بني ادم لازم يكون طموح لازم يكون شخصيتك قوية وتطلع على قدام ايش بدي اعمل ايش انا كمان بدي اعمل وتكون عندك هدف بالحياه بالنسبة ما بكون في عندك هدف بالحياه انت بتصير تشتغل تشتغل بصعوبه حيث امرات بكون لما انت بتروح على الجبل وبتلاقي بالطريق احجاره وبتلاقي بالطريق كائنات حيه فانت بتحاول اتزيحن او تمرق عنهن نفس الشي الدنيا نفس الشي الحياه الحياه هي انه تيجي عند الحجر اللي هي الصعوبات اللي ممكن انت تواجهها وتزيحه او تمرق عنها بس مش انه توقع انجازاتي من المهم جدا ان الواحد يكون عنده انجازات من المهم جدا ان الواحد يكون عنده اشياء عملها بلعزة انت تطلع على نفسك وبتشوف على انجازاتك بتقول واو عن جد انا عملت هاي الشغلات مش بس انت كمان اللي كمان اللي حواليك بشوفوا انجازاتك بكونوا فخورين فيك انجازاتك هي انت هي شخصيتك مواهبة مواهبك هي ممكن تكون كمان من انجازاتك واصلة اللي هي بتساعدك على انه تتقدم وتطور وتلاقي نفسك واهم شغلي لما انت قدام المراي شوف صفاتك واي الصفات اللي انت بدك تتمسك فيها وتكمل حياتك واي الصفات اللي انت حاسس انها عم بس عم بتعبك عم بترهقك عم تعملك مشاكل ومفضل ومحبذ انه ايش نبعد عنها لانه باللحظة ما انت بتشوف نفسك بالمرأي رح تعرف ايش هني الشغلات اللي انت بدك تحافز عليها بصفاتك وايش الشغلات اللي انت مفضل تبلش تشتغل عليها عشان تكمل بالحياة وتكون بني ادم وانسان صالح بالمجتمع ايش تعلمنا الحديث اليوم تعلمنا على الهوية اتعلمنا اشي بطاقة هوية تعلمنا انواع الهوية اتعلمت مين انت وتتعرف على نفسك وتلاقي ذاتك وتلاقي نفسك وتلاقي الانا اللي موجود بالداخل بالداخل بالاعمق وتحاول تطلعه وتلاقيه وتعلمنا انا في المرآه اتوقف قدام المراي وتدور على نفسك ايش نحن نعمل قسا بالاغراض اللي انا طلبتها منكم كل واحد كل ولا تحضر البرستولي الكارتوني بالكارتوني بتلزق صورتك تقدر باي مكان بدكياته مثلا شوفوا انا شو عملت جبت بريستولي حطيت هون الصوره الشخصيه تاعتك تقدر تعمل شكل مستطيل بالمسطرة ديبلك شوي شوي شكل مستطيل وتحط صورتك تقدر صورتك تحطها باي مكان بدكياتها تقدر هون هون انا حبيت احطها بالوسط اوكي منكمل كل ولاد ياخد بريستولي يكتب بطاقة هويه هذا الولد هو انا اسمي الشخصي وبتسطر بخط ايدك مش بحاجه لا تطبع ولا اشي اسم عائلتي خط ابلغ من العمر قديش عمرك اسم امي اسم ابي تاريخ ميلادي اسم قريتي هوايتي اكلتي المفضله صديقي صديقتي المفضله ولوني المفضل كمان مرة اسمي الشخصي اسم عائلتي ابلغ من العمر اسم امي انا ليس اكتب هنا اسم ابي تاريخ ميلادي اسم قريتي بلدي هوايتي اكلتي المفضله صديقي صديقتي لوني المفضل جاهزين كتبت حلو زينوها باي طريقه بدكو اياتا وانا ايسا معتيتكو اربع دقايق اتحضروا البطاقه اتزينوها تعملوها بقي اشكر بدكو اياتا واللي ملحقش يكتب يكتب اسا المعطيات لانو بهاي هاي بطاقة هويه اللي احنا عم نحكي عنا هون انت عم تحكي على اسمك اللي احنا عكينا نبلش بي الفرد نفسه اسم الاب والام والعالي اللي احنا طلعنا من نطاق الفرد اجينا لا العائلة الدائره التاني والهويات اللي احنا اسا صنعوا عم نحكي على ايش على الدائره الاوسع التالتي اوكي عندكو اربع دقايق تقدروا تنهو البطاقه تبلشوا تسالوا الماما والبابا على المعطيات وانت تكمل هوايتك اكلتك المفضله صديقي او صديقتك وانا بانتظارك اشتركوا في القناة 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 اهلا وسهلا يا حلوين كلاتكم عملنا البطاقة حلو تعيشوف فرجوني اياتا اللي ما لحقش يخلص البطاقة بطاقة الهوية بقدر انه يكملها بعدين تقدر تزينها باي طرق بدكياتها انا هنا زينتها بلاسقات معينة فانت هنا هاي بطاقة لالك بطاقتك الهوية اللي انت بالسمغ بدك تلزقها ببرستولي او تعليقها على البراد تحط مغناطيس وتعليقها على البراد او تحطها بغرفتك هاي بطاقة الهوية تاعتك هاي هي انت نقول مثلا اذا انا عم بسألك مين انت هي بطاقة الشخصيه تاعتك حلو اليوم موضوعنا كان عن الهوية مهم جدا ان الواحد يلاقي هويته واذا انت لقيت هويتك بتلاقي ذاتك وبتعرف نفسك ولازم انت بتلاقي نفسك هي مفتاح التطور والنجاح بالحياه هويتك هي انت دور على هويتك ولاقي هويتك واعرف انه العظم انت بتلاقي هويتك وبتلاقي شخصيتك وبتتعمق بداخلك وبتشوف نفسك فانت رح تعرف كيف اتغير شخصيتك اذا فيه شغلات اللي انت مستقمنها ومش عجبتك بشخصيتك انت رح بايدك انت اتغير شخصيتك وتكون الاحسن والافضل والمناسب تكون بالعائلة وبالمجتمع وبالعصد انت بتكون بني ادم فعال بني ادم عندك صفات مميزه الكل بحبك والكل بلجاء للك بتامل انه عجبكو الدارس كل واحد وهويته ولقيت نفسك واهم شغله انه تعمل بطاقة الهوية وتحافظ عليها وكل مره تزيد عليها شغلات اذا فيه شغلتك تنميها هويات تزيد فيه بطاقة الهوية مهم جدا انه الواحد يحافظ على هويته ويحافظ على الانا الموجود بالداخل وشكرا كتير للكو ويعطيكو الف عارفين فيه امكانيه كمان انه زياده اللي حابب يعمل شجره العيله هنا فيه انا عندي قدامكو حاطه شجره العائله فيه عندنا الانا وهي زياده اذا انت حابب انه دل عندك وقت كافي وحابب انه تعمل شجره عائله فبتقدر تعمل جيب اغصان شجره تعمل من الاغصان الشجره تلزق فيها ورق وتلزق فيها اسامي العائله مثلا اسمك اسم البابا الماما الجد الجده العمام اخوالي الاخ الاخت بهاي الحاله انت راح تشوف انه كيف انه انت بنيت شجره هاي الشجره اللي هي شجره العائله تاعتك ممكن تبنيها انه كما قلت لك باغصان جيب اغصان حط ورق بالورق يكتب اسامي العائله ممكن ترسم الشجره ويكتب فيها اسماء العائله وممكن كمان تحط صور للعائله بهاي الحاله احنا عملنا بطاقه شخصيه وكمان هاي زياده اثراء اللي حابب انه يعمل بقدر يعمل كمان شجره العائله وهيك انت بتتعرف على العائله تاعتك انه بتاكد في كتير ولاد وبنات ما بعرفوش شو اسم الجد الجده او بعرفوش ان في الناس اللي هنا موجودين حوليه بعرفوش انه بقربو لن فمن المهم جدا بلاحظ ما انت بتبني شجره عائلتك انت بتعرف مين هني الناس اللي بنتمو للعائله تاعتك وشكنا كتير لقلكو ويعطيكو الف عافي وبتامل انه تبني بطاقه الشخصيه واذا عندكو وقت ابنه كمان شجره العائله وكتير حلو انه انا كتير انبسطت انه تفعلته معي وانبسطته كتير بالدرس